بسم الله الرحمن الرحيم في جزء الرقم واحد ده هنتكلم عن مجموعة من المهارات اللي ممكن تحفاجها ان شاء الله اثناء قراءتك او مذاكرتك للأبحاث اللي ان شاء الله ممكن تساعدك ان انت تتدرب قبل ما يكون بقى معاك ديت او عايز تتيبها ايه تكتبها وترسمها وتنشرها وكده فايه في مهارات لازم تعرفها من بدري اه هنتكلم عنها ان شاء الله اثناء قراءة الابحاث ده ممكن تدخل على طولها جزء الرقم اتنين ان انت تتبقى بالبحث واحنا بنقرأ ان شاء الله مع بعض ربنا يأثر لكن انا هجمع كل المهارات الاسناء واحنا بنتكلم عن الاراية هقول لك مسلا ايه خلي بالك في مهارة كذا في مهارة كذا هجمع كل المهارات بان شاء الله في جزء الرقم واحدة انا انتش انتبقى قدامك لو عايز ترجع لها هنبدأ بازن الله في الفيديو ده على مهارة استخلاص داتا من كيرف منشور يعني انا قدامي بحسة مسلا منشور مطلع كيرف معين انا عايز ادرب نفسي لو داتا تيك اتطلعت معي انا ازاي ارسمها وزي طلعها بفجر كويس كده شكله كويس ينفع للنشر زي الباحث ده ما هو عاملها عشان ما استناش لما داتا بتاعت انا تطلع وبعد انا بقى محتار مش عارف ازاي ارسمها معي داتا وسيش عارف ارسمها فاو لسه بقى دور على برنامج وارح اشوف مش عارف انه برنامج ينفع واتدرب عليه وشغلانا كبير لكن احسن حاجة ان انا من بدري ادرب نفسي على حاجة زي كده عشان ابقى مستعد اللي داتا بتاعتي بإذن الله في كزا طريقة ممكن نستخدمها انا باستخدم برنامج زي كده طبعا في ناس ممكن تطلع بالتقريب كده من البحث يعني يبص في البحث كده يقرب على الفكر بعينيه كده ويحاول تطلع بالتقريب ده شغال ما فيش منه اي مشكلة ما بكلمك ايه بالطريقة اللي انا باستخدمها يعني انا بدخل على الموقع ده هسيب لك انتو انا لينك بتاعه تحت في في او مسلا برينتس كريين المهم ان انا اسجل صورة للفيجر ده هوت وبعدين باجي من هنا هوت اعمل ابلوت بقى الصورة دي اروح مسلا ايه اختار من هنا كده مسلا خلينا اختار صورة زي كده دي صورة الكيرب ده في تطبيق مش مشكلة قوي يعني انا اهمني بس ان انا ايه عندي محور اكس اهو محور واي اهوت عندي البيليس دي مش مشكلة الخطوط اللي هنا دي في النص دلوقتي لو انت شغال في الطبيب بحتي بعارف الخطوط دي لكن انا اهمني دي انا عايز ارسم كيرب في دي زي ما هي كده مبدئيا دلوقتي وطلع كيرب في محور اكس بالمنزر ده محور واي بالمنزر ده وهكذا المنزر ده اللي بقى اكس واي على الجهاز او على البرنامج ده بيسمي بيسمي تي دي اكس واي بلوت فاحنا الاختيار ده كده صح زي ما ما فيش مشكلة هقول له او هنا بيبتدي فهمني بيقول لي بص انا عايز اعرف فين نحو الاكس بتاعك اختار لنقطتين عليه وقول لي قيامهم فين نحوار واي اختار لنقطتين عليه وقول لي قيامهم بحقول له ماشي انا فهمت انت عايز ايه ايا مسلا هنا اقف عند النقطة دي اي نقطة على نحو الاختة خلي بلك النقطة في الحتة دي بيكبر للشاشة وشانا اقدر اقف على النقطة بدقة. فانا اجي اقف نحوط مسلا كده وادوس على عشرين مسلا اهي اجي عن النقطة دي مسلا اي نقطة تانية خلينا اقف على دي مسلا حتى مش مشكلة اهي كده ادي اكس واحد واكس اتنين هو كده فهمهم. ادي مسلا النقطة ايه? تلاتة. وهروح اقف عند النقطة الاخيرة. خلينا مسلا حتى هنا هو اتعين مش مشكلة. ادي خمسة. اول كده فهم الاربع نقطة اقول له خلاص. يقول لي بقى حدد لي خايم الاربع نقطة دول. فهقول له بص اكس واحد دي كانت بعشرين. اه اكس اتنين دي كانت بخمسين. اه واي دي كانت بتلاتة. واي بعدها كانت بخمسة. اقول له اوكي. خلاص هو كده فهم. لو انا جيت وقفت مسلا عند نقطة زي كده هنا تحت التكبير اللي هو بيكبره ده هتلاقي قيم النقطة على طول. هو بيقول لي انه هو ان دي اربعة بوينت تسعة اي واحد. يعني عشرة قص واحد. يعني النقطة دي تقريبا خمسين هي. تقريبا الوقت في المكان اللي هنقفين في ده تقريبا خمسين. اللي هي اربعة بوينت تسعة اي واحد. في الاخر يعني عشرة قص واحد. اللي على محور واي ستة بوينت تلاتة اي سفر. يعني ستة بوينت تلاتة بس. فمش مشكلة قبل القيم دي انا كده كده عايز اخد القيم دي ارسلمها على ال accessible لي مسلا او حتى تبقى معي اخذنا معي بعد كده فهو هنا dic automatic على كلمةulate土 ہوه فاهيم ان انت عايز تدور على نقط على توال فهو مختبلك point دي automatic. فان اروح اعملية هدوس عند النقطة الاونية دي اهي كده. اروح ادوس عند النقطة دي. ادوس على النقطة دي. ادوس على النقطة دي. ادوس على دي. ادوس على دي. ادوس على دي. خلص كده اروح اقول له فراجني ال data بقى. قادي ال اللي انا اخترتها هيا. دي كده القيم اللي اخترتها. طبعا هو ايه مختار هنا نقط فيها بعد العامة العشرية كتير جدا انا ممكن ارو حقول له لا كفاءة علي رقم رقمين بعد العلامة العشرية. هده كده اختارها ايه بالمنظر ده. ادي كده النقط اللي انا عايزة. ده الاكس والواي. ما بين الاكس والواي في فاصلة. الاكس فاصلة واي الاكس فاصلة واي. اقول له perch الكلام ده. وادين اروح افتح ملف اكسل. ايه ملف اكسل العادي اقف نهوت ودوس كنترول في عشان نعمل يعني هو كده الاكسل نقلهم زي ما هم الاكس ولو ما بينهم فواصل طيب انا عايز بقى يبقى عندي عمود هنا في الاكس وعمود هنا في الو عشان نعرف ارسمهم اعمل يا دي ساعة لخالص الاكسل اللي اجي في ديتا هنا هوت اقول له تاكست كولوم وعادي اقول له ناكست اقول له ان انا معايا كومة هو فاعم على طول ان كل كومة دي معناها اني دي قيمة ودي قيمة الواحدة وانا نقول له فنش خلاص هو رح فاصلهم له على طول ده كده اكس اهو بتاعي ده ادي الاكس اهو ودي الواي هي خلاص كده انا ممكن اجي اقف نهوت مسلا اقول له انسرت ارسم لي تشارت اهو رسم لي الرسمة ادي الاكس بتاعتي ادي الواي ودي ديتا بوينتس لانا نريس انقلها من الرسمة طبعا زي ما انت شايف الرسمة دي مش لطيفة قوي يعني هو الاكسل اللي كانت ترخيره ده نهو رسمه لك كده لكن مش ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين بقى ايه تعالى نرجع بقى للبحث تاني اللي بقى فينا عنده احنا عايزين نطلع رسمة زي دي عايز نطلع رسمة فيها محور اكس بالمنظر ده محور وي بالمنظر ده عايز نطلع العلامات تبقى فيه المسافات دي ما بينهم وبين بعض بالزبط مش عايزها تبقى زحمة قوي انا ممكن ان هو يبطل يوريني فين مسلا الواحد والاتنين وتلاتة والاربعة الغات العشرة 11 12 12 13 13 الغات العشرين وهكذا يبطل ايه يوريني كل المسافات اللي انا واتنا مش عايز كل ده انا عايزها واضحة زي رسمة دي كده وعايز دي برضو واضحة زي رسمة دي كده عايزها من صفر لسبعة وعايز اطلع الداتا بوينت دي زي ما هي طلعة وعايزها 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 مربعات زي المنظر ده هوت كده مربعات مثلا لون هاسود وعايزها مربعات ضخمة بالمنظر زي ده كده هوت مثلا يعني ده كده مبدئيا حتى اشان اطلع الرسمة وعايز برضو الافلة من هنا تبقى موجودة وعايز الهول الطوب اكسس ده من هنا يبقى موجود وعايز الافلة من هنا دي تبقى موجودة بالمنظر ده فانا انا عايز بس مبدئيا اطلع فيجر زي كده وعايز اكتب هنا سي اي والسي هاية وتحت الاي وعايز اكتب ميلي جروم بالليتر وعايز اكتب كيو تحتها ايه واكتب الى الوحدات بتاعتها عايز طلع انا في جرزة بالمنظر ده فانت برضو قادرة بقى بالتطبيق بتاعك انا بس ايه الصورة دي تنفع مع اي تطبيق انا هي مني انت لما تشوف بحث خلي عينك دايما ازاي طلع زيه فانت كده اخدت الدات ايه خلاص بقيت معاك على الاكسل اختار اي برنامج انت تحب ترسم عليه انا مش يعني مش هقدر اختار لك برنامج معين لكن ده مثلا اظن ان هو معمول ببرنامج اسمه بس في برنامج تانية كتير ده مش يعني برنامج مش مجاني محتاج يعني لازم تكون شريه وكده فاختر ايه برنامج يريحك المهم تطلع تطلع فيجر بجودة عالية زي المنظر اللي قدام منك ده هو فيجر شكله حلو يتنشر انتفقنا هنكمل بقى ان شاء الله بقيت الفيديوهات في نفس الرقم ده هو على اشكال تانية فيجرات تانية او احوال تانية بتطلع في شغل المواد الانوبيترية عشان اقدر اخد منها الدياتا بنفس المنظر ده زي كده زي ما انتفقنا عشان تدرب نفسك قبل ما الدياتا بتاعتك انت تطلع طيب انت متعلم زي ترسم الدياتا بتاعت الناس اللي نشرينها بحيث عشان انت ما مجهز نفسك او مستعد ان شاء الله للدياتا بتاعتك نكمل بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي شكرا